موسيقى السلام عليكم اليوم جيت نشارك معاكم مرافق الروز موسيقى موسيقى الماء مشكلة ومضيف الماء خلق الماء موسيقى 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 الماء نستخدم الفلافل نستخدم الفلافل قطعت منهم نصف و هذه الطريقة التي نستخدمها لكي نحافظ عليهم لا يخسرون نصف البلاستيك الغذائي و يبقوا مزيانين لا يلوهم التحاجة و لا يخسرون لا يخسرون هذه الطريقة جيدة و بعد مرات تكون مزيانة كبيرة لا تستخدمها كاملة لا تستخدمها لا تستخدمها سوف نحتفظ والاقتصاد ضروري في هذا الوقت لا نضيعها هنا اخذتها الفلافل والألوان سوف نقطع مكعبات هنا من بعد ما غلت البطاطا سوف نقوم بها و نعودها في الماء بارد و سوف نقوم بها هنا بالنسبة الفلافل كما ترون انا قطعتم مكعبات اللي سوف يدخلوا لي مع القطبع اللي انشارك معكم ان شاء الله سوف نقوم بها نقوم بها دونم السوث بدون سكر كينا سلسل سوجة توم بودرة بودرة مع القاعدة المطغد و هنا الخل خل الحامض هنا بالنسبة للثوابير عندي قصب المطحون عندي بودرة الباصل سكين جبير و الخرقم و الملحة البصار نحاولوا مكتروا ملحة بزاف حيث كينا السوجة و كين المطغد و الخل و هنا عندي واحد مع القاعدة زيت الزيتون اللي غادي نضيفه حتيال الشرمولة ديال هنا مبدأوا على بركتي الله باش غادي نشرمه القطع ديال الادند حتيال الشرمولة بحال بحال يعني كيجوهم زيانين هنا ما غاديش نستعمل دانون كامل مستوس نضر ثلاثة المعالق كبار إلا كنتو ديرين كيلو يعني تديروا دانون كامل هنا غادي نضيف عندي سلسطة السوجة هذه الخفيفة ما كناخدش أنا العاقدة حيث كتكون مركزة و كتكون مالحة بزاف هنا درجوش معالق صغار و هنا الخل ديال الحامض قدرت من وجوج معالقات صغار حتى هو وهنا غادي ناخد معالقة كبيرة ديال الموتعد كيف ما قلت لكم نقصوا الملحة يعني ما تديروش الملحة بزاف باش ما تديروش الملحة بزاف باش ما تجيش ملحة بزاف مع هاد المقادر هادو هنا ثوم بودرة اللي ما عنداش توم بودرة هي من احسن توم بودرة يطلق واحد البنزوينة إلا ما كانش متوفر توم بودرة تحكي واحد جوج دريسات ديالتومة وبنسبة البودرة ديال البصل تايا إلا ما كانش متوفرة نحكو واحد بصلة صغاورة نضيف دابة التوابل كيف ما قلت لكم قصبر من تحون سكين جبير لخرقوم و شوية ديال الملح و شوية ديال البزار و ملحة صغيرة ديال البودرة ديال البصل هاد التتبيلة كتجي رائعة للقطبان ديال هادو ديال البيبي كيجي تتبيلة ديالهم بنينا كيلي ما كيباش يدير دان ومسوس قدروا تستغنوا عليه وتعودوا بوحد بسيلة مشالدة صغيرة وتزيدوا حتى التحمارة انا هاد هاد شرميلة اللي كتجون بيضا بدلا نمسوس كامباش ندير الدرات كنخلها بحلقة كتجي كتجي مدهبة وهنا هاد نخلطه مزيان المقادر ديالنا اللي هاد يدخلو في في البيبي اللي مقطع و هاد تشرب مزيان هادكت شرميلة هاد نغطيها بلايكتة سوف نشارك الروز رائع بحشكل المطاعم هنا معلقة كبيرة الزبدة وزلافة مع مراش سوف نشارك الروز صفر الغلاسي ثم اضفته في الكثرة مع الزبدة سوف نحمره ونضيفه على ججر ورقة سيدنا ورق الغار ونضيفه بالملحة والبزار هذا الروز يجيره بحشكل المطاعم سوف نضيفه بحشكل المطاعم سوف نضيفه بحشكل المطاعم ورقة سيدنا موسى تطلق 1 البنة رائعة اضفت لي 1 نصف الزعفران لم تكن كمية كثيرة من الروز قدرت غير نصف الزعفران ودخل المطاعم كنت سوف نضيفه باللون عندما كان مطاعم الشعر دفت لي 1 جوج تجريد رائعة اضفته اضفت شبورا ونضيف مجلسي مراش نضيفه بحشكل المطاعم نغطيها ونجعلها يطيب على خاطره في هذه الأثناء قدرت الفريت لنقليها سخن الزيت مزيان ضروري يكون سخون مزيان ونقلي والروز يطيب نحتاج أن أكلات طيبية سخن الزيت مزيان بعد أن أضعها قطبان العود سوف نضيف القطبان العادية قطبان العادية سوف نشكل ففلة ففلة ألوان سوف نضيف قطبان العادية سوف نضيف قطبان العودة ونضيف أيضا فلفلة أختيارية فلما كانت معي ونستطيع أن تضيف قطبان عادية سوف نضيف شكل جيد وسوف نضيف شكل جيد سوف نكمل نكمل اشتركوا الشكل ديالهم كيجوا لداد وبنان ومع التتبيل اللي كنديروا لهم على الخل اللي كيكون فيهم ديجا انا خلس لهم بالخل ديال الحامض اللي كنشارك معكم ديما ديجا غاس لهم بيعني فتيين دبرهم فتيين ما يحتاجوا شي طيبه بزاف الفران هيحتاجوا تقريبا واحد عشر ديال دقيق بحلاكك من تحت ومن الفق وغادي تقصوهم وتشوفوهم كيف كيولورا كيولور طبين بزاف وكيكونو هشاج انا غا نستعمل نحاولو نوسعو بناتهم شوية باش كي طيبه مزيان كيدخلهم الطيب مزيان هالطريقة اللي كندير ديال الفرن كي جوا اه صحيين زوانين يعني ما 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 كنديرش فيهم الزيت وشي حاجة يعني اه كن يكفي غير كندهن غير بوحد نقيته ديال زيت اللاطة اللي كندخل الفران ومن بعد كندخلهم دغا يكي وجدو صراحة ومزيان يعني ما كدح سنجي تشاعلي لفاخر لاوالو اه هنا هنه غادي ندير ثانيه لغادي دخل اه لاتة لغادي دخل الفران وغادي نستفع هذوك القطبان ديالي غادي ندير بالنص بالنص كان عندكم اه سانية كبيرة اه دهنوها وديرو كل شي دخلي طيب اه في دقة واحدة اه هنا مبعد ما طعب الروز كيف لا ترى نضيفه في المول البلاستيك انا اغلبته ببلاستيك الغذائي لكي يساعدني يقلب معي مزيان في التبصيل في الصحن التقديم الطرقة قديمة نضيفها لكي يبقى الروز مقاد و لا يتشتج لانه ينحيضه من المول لا يتشتج هنا حاولت نزوق غرب زيته مقطع هاي الفريد و هنا سلصات مقبلة زيته مقطع و ميونيز و كيتشوب و هذه القطبان سيتهم من لاطا من الفران بقين سخين و الوقت نضيفه الروز بو حد طومات غيس و شوية المدنوس كي يجي طبق رائع سراحة و يصلاح كوجبة سيفية يصلاح الوليدة صغارة هما ينوعوا كي يجي الديد الرز كنت من يتجربه كي يجي رائع و يرافق المشاوي الدجاج هنا كيفما قلت لكم ميونيز و كيتشوب و المنتقد و الفريد و نتمنى هذا الفيديو اعجبكم ان شاء الله و نشارك معكم واجبات اخرى سيفية و مرحبه بكم في القناة و لا تنسوني من الدعم و الاشتراك الناس الجداد الى اللقاء في فيديو قادم